التقى المدير العام لمديرية مدينة المكلة العميد روكن عبدالله بيعشوت بمكتب عدد من أعضاء الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي في مستهل اللقاء عرب قيادات المجلس الانتقالي تأييدهم لعملية ميزان العدل التي تم تنفيذها من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والهادفة إلى ملاحقة الفارين من وجه العدالة والخارجين عن القانون منوهنا إلى أن هذه المهمة تقع مسؤوليتها على عاتق الجميع ويجب أن يشارك ويسهم المجتمع بجميع مكوناته وشخصياته الاجتماعية والاعتبارية وكافة المواطنين في الحفاظ على أمن وأمان المديرية من جانبه أكد بيعشوت على أن السلطة المحلية بالمديرية ترحب بالتعاون مع كافة شرائح المجتمع ومكوناته السياسية والمدنية وتهتم بما يتم طرحه من آراء ومقترحات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات مثمناً للموقف المشرف الذي أبداه الإخوة قيادات المجلس الانتقالي في تأييد عملية ميزان الحدلة ترجمة نانسي قنقر